اليوم الختامي من برنامج الاحتفال باليوم العالمي للتنس التعويلة الذي احتضنته هذه السنة مدينة الدار البيضاء شهد دورة تكوينية بالمركز الرياضي بورغو لديال هذه الدورة همت مجموعة من المؤثرين الوطنيين للعباء نساء ورجالا فضلا عن أصحاب ذوي الهمام الذين حضروا هذا التكوين تحت قيادة الخبيرة الدولية المصري السيد محمد غريب ده بالنسبة لي القرص الرابع للمستوى الدولي الليفل 1 ده قرص تقني بينظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية بالتنسيق والإشراف المباشر للاتحاد الدولي للتنس الدولة القرص ده بيأهل المدرب المغربي للعمل على مستوى الأندية داخل المغرب وأيضا الدبلوما دي بتدي فرصة للمدرب المغربي أنه ممكن يشتغل بالدبلوما دي في أي نادي في أوروبا، في أمريكا، في أي دولة في العالم مجموعة من الكفاءة الوطنية حجت إلى المركز الرياضي بورغون قادمة إليه من مختلف ربوع المملكة بغية النهل والاغتراف من تجربة الخبير الدولي للعباء فاطمة أميري بطلة من ذوي الهمام حاصل على لقب بطلة إفريقيا في رياضة تنس الطاولة لأكثر من مرة إلى جانب زميلها جلال صبري بطل المغرب للعباء على الكراسي المتحركة حاضر هذا اليوم التكويني اليوم كانت تواجده في دورة تكوينية للتدريب بحكم تكون مدربة على السعيد الدولي ماشي على السعيد المغربي وهذا بالنسبة لنا شرف أنه قد تنظم عندنا في المغرب بمناسبة يوم العالمي التينيس الطاولة لنا أصلا شرف أنها تنظمت عندنا في المغرب الحمد لله كانت تمنى إن شاء الله يكون عنصر نسوي بكثرة لأنه قليل شوية بالنسبة لهذا المجال سواء في التدريب أو في كحكمة بحكم أننا أصلا حكموا في هذه الرياضات اليوم كان نحضر كلمة الدولة للتياجة الخاصة في هذه الدورة باش ننمي والقدرات دي هنا هذه الدورة هي دورة تدريبية من المستوى الأول كيشرف عليها الكابتن والخبير محمد غريب وكان شكر تيها الدولي اللي وافقة باش تكون هنا في المغرب وعلى إتر هذا الشكر كان نوجه رسالة كبيرة لرئيس الدولي الصارحة لأعطانا فرصة بأنه ننظمه اليوم العالمي بالنسبة للإفرقية داخل المغرب المغرب كان لها الشرف أنه يحتاجن هذا التدورة الكبرى العالمية واليوم العالمي للكر الطاولة تكوين أجمع فيه المستفيدون منها على أنه فرصة مواتية للوقوف على آخر مستجدات اللعبة واستغلنا فرصة لها التكوين الحاكم من المستوى عالي جدا تحت إشراف الجامعة الملكية وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة واستفدنا بشكل كبير كبير جدا وكذلك على أنه لن القروب اللي كان كان واحد قروب أموجين يعني منسجين مما سهل على السيد الخبير على أنه يمكننا من أكثر من المعلومة شخصيا استفدت بزافة الحويج مع أنني كان عندي خبرة طويلة في المجال الرياضة ولكن كانت إضافات في الدورة التكوينية اللي كانت منها تكرر مرة أخرى إن شاء الله أنا كان مدرب كلي شعرف أنني سعرفت على مجموعة من المدربين من ربوع المملكة اللي فعلا تهموا بغي أن يخدموا هذه الرياضة وهذه الدورة هي رغية تفيدهم باش أنهم يزيدوا نشتروها مازال القدام إن شاء الله هذا وتعد المملكة المغربية الشريفة من بين الدول الرائدة في اللعبة بجميع مكوناتها أطفالا وكبارا وأخير دليل اختيار المدينة الاقتصادية الدار البيضاء محطة من بين المحطات الخمس في إفريقيا للاحتفال باليوم العالمي لرياضة تنس الطاولة